لا يختلف اثنان على صعوبة الحروب واثارها السلبية على الانسانية جمعا فلا نكاد نرى دولة واحدة تمكنت من اعادة تأهيل بنيتها التحتية او لم شملها من جديد بعدما تم احتلالها من قبل دولة اخرى وانطلاقا من دوره المجتمعي الرائد صلت متدائح يأوليبيا الضوء على هذه الافة وانعكاسها على المجتمع بهدف طرح الحلول الواقعية حيث نظم المنتدى ندوة بعنوان تأهيل الشباب نفسيا واجتماعيا بعد الحرب دمج المحاربين بمشاركة عدد من الاختصاصيين النفسيين تحدثنا عن المشاكل النفسية التي تصاحب ما بعد الحرب طرقناها بصفة وبصورة مختصرة وضحناها لمشا للأسباب اللي ما بعد الحرب والاضطرابات اللي تصير ما بعد الحرب وكيف يحتوي المجتمع والأسرة مثل هؤلاء الشباب اللي نحن في حاجة لهم وفي خدماتهم نقدروا نعولوا عليهم في برامج مستقبلية إن شاء الله حتى ما بعد إن شاء الله الانتخابات القادمة والاستحققات القادمة يجب على المسؤولين الاهتمام بهذه الشريحة وما يقعدش يعني كلامهم عاطفي أو استدراج لهذه الشريحة شريحة الشباب ليست للحرب فقط إنما للتنمية للسلم للعلم هضمهم عماد المستقبل يعني لو نبنوا بنوا دولة مستحيل تبنى بدون شباب من جانبها أوضحت دبوب أن التأهيل النفسي والاجتماعي يجب أن يقدم بشكل موازن مع الجوانب الأخرى لما له من أثر إيجافي في خلق شخصيات ذات سلوك مقبول التأهيل النفسي والاجتماعي للمحاربين أو المقاتلين وكيف يقع عليهم أو كيف أهمية هذه الخدمة لأن ديما نرى أن تقدم الخدمة من الجانب المادي الأكل والمشرب والملبس والمسكن ولكن يتم نسيان تماماً الخدمة في وجه نظري أنا الخاصة الأهم لهي التأهيل النفسي والاجتماعي لهذه الشريحة وممكن تفحت الكثير من المشاكل السلوكية والنفسية والاجتماعية على الفرد ومن ثم على المجتمع والأسرة الندوة في مجملها أكدت ضرورة الاستمرار في التوعية والتنمية النفسية ودمج الشباب المحاربين بشكل صحيح في مختلف الجوانب من خلال احتوائهم في ورش العمل والندوات واتخاذ خطوات ملموسة كإنشاء مراكز مخصصة لهم بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ترجمة نانسي قنقر